اشتركوا في القناة اي وكذلك الافيليات اذا شرحنا اليوم سيكون حول موقع تريد ميديا اذا سأعطيكم فكرة حول طريقة التسجيل في هذا الموقع حتى يتم قبولك من طبيعة الحال في هذا الموقع لان طريقة التسجيل في هذا الموقع تتطلب عملية مراجعة من خلال فريق الموقع ثم بعد ذلك يخبرونك هل تم قبولك ام لا اذا عند التسجيل اول شيء ستقوم بتسجيل كبابليشر كما تلاحظون هنا لدينا اول خيار هنا وهو الادفيرتايزر يعني هنا الاشخاص المعلنين الذين يقومون بوضع المتجد الخاصة بهم على الموقع انت كشخص تريد الربح من الانترنت ستأتي هنا وتنقر على بحيث انك ستعمل كناشر لتقوم بتسويق العروض المتواجدة على موقع تريد ميديا اذا تقوم هنا بالنقر على بابليشر بعد ان تقوم بالنقر على بابليشر ستنزل الى هنا قليلا الى الاسفل تراجع بعض الشروط كما تلاحظون هنا يمكنك قراءة هذه المعلومات هنا حتى تعرف او تتعرف عن الشركة عن قرب ثم بعد ذلك تأتي الى هنا بابليشر سيغناب بعد ان تنقر على بابليشر سيغناب هذه الخطوات المطلوبة في التسجيل اول شيء هنا لديك الاكاونتش ديتيلز يعني المعلومات التسجيل وكما تلاحظون اول شيء هنا لدينا أي انه يطلب منك اسم الشركة الخاصة بك انت هنا ستضع اسم الموقع الالكتروني الخاص بك من لم يعرف طريقة انشاء موقع الالكتروني قد سبق وشرح ذلك في الكثير من الحلقات ويمكنك ان تقوم بزيارة وصف الفيديو وستجد فيديو حول طريقة إنشاء موقع إلكتروني للبدء في العمل في مجال تسوق بالعمولة أو الـ CPA إذن هنا سنضع اسم الموقع ثاني شيء هنا سنضع رابط الموقع يعني رابط الموقع لدينا هنا العنوان يعني عنوان السكن الخاص بنا سنقوم بإضافته في هذا المكان هنا لدينا العنوان الأول والعنوان الثاني في حالة كان لديك عنوان سكن آخر في حالة كان لديك عنوان واحد فقط يمكنك أن تقوم بإضافة العنوان وتترك الخيار الثاني فارغا أي العنوان الثاني ولدينا السيتي المدينة ثم لدينا الدولة لدينا الستيت وهي المنطقة أو المقاطعة لدينا زيب كود أو الكود بوستال أو ما يعرف بالرمز البريدي يعني الرمز المخصص للمنطقة الخاصة بك حيث تتواجد أنت أو رقم صندوق البريد الخاص بالمنطقة الخاصة بكم ولدينا رقم الهاتف الخاص بنا ستقوم بإضافة رقم الهاتف الخاص بك هنا ثم في هذا المكان هنا ستقوم بإضافة الإيميل الخاص بك أي البريد الإلكتروني الخاص بك كما تلاحظون هنا أنا أقوم بإضافة البريد الإلكتروني الخاص بالموقع الإلكتروني الخاص به أي البريد التجاري هنا تضع كلمة مورور تكون قوية تتألف من أرقام ورموز وحروف كبيرة وكذلك صغيرة تقوم بإعادتها في هذا المكان ثم تضع الاسم الأول الخاص بك في حالة كان اسم كاتولاتي يمكنك هنا يعني تضع الاسم الأول والثاني وهنا تضع الاسم الثالث أو الكونية لدينا التايتل وهو وصف بسيط عن نوع العمل الذي تقوم به مثلا أو ما الذي يقوم به الموقع الإلكتروني الخاص بك هنا تقوم بإضافة عنوان البروفيل الخاص بك في حالة توفر لديك لينكدين كذلك هنا هنا يسألك الموقع كيف ستقوم بالترويج لعروض يعني هنا ستخبرهم أنني سأقوم بالترويج عن طريق الموقع الإلكتروني وقنات حيث تقوم بكتابة فقط يعني على سبيل المثال سأقوم بكتابة سأقوم بالترويج عن طريق قناة اليوتيوب الخاصة بك يمكنك أن تقوم بذكر وسيلة الترويج الخاص بك مثلا الموقع الإلكتروني أو صفحة إنستغرام في حالة توفر لديها متابعين جيدين أو فيسبوك هنا تضع روابط الموقع الإلكتروني الخاص بك أو أي روابط لمواقع إلكترونية أخرى تمتلكها أو قناة يوتيوب أو يعني موقع إلكتروني آخر إذن what other network or advertiser do you work with please provide their contact information هنا يسألونك ما هي الشركات التي سبقها وقمت بالعمل معها إذن هنا ستكتب تدقرين الشركات على سبيل المثال تضع مثلا CPA build هكذا ثم فاصلة نضع مثلا Flex offers أنا أضع الشركة التي أعمل معها أنا أنت تضع الشركة التي سبقها وعملت معها ثم فاصلة ثم مثلا CPA group بهذه الطريقة إذن هنا please provide your skype username إذن أكملنا المعلومات هنا بحيث يعني ذكرنا الشركة التي سبقها وقمنا بالعمل معها هنا سنقوم بإضافة ال username الخاص بنا على skype هنا أي username الذي نقوم باستعمالي ثم هنا I understand sending, froding traffic أنه مهم هنا تقوم باليعني الإجابة على هذه الأسئلة حيث هنا يعني يقومون بإعطائك أسئلة للموافقة على الشروط بحيث أنك هنا توافق عن عدم إرسال أي traffic احتيالي إلى الموقع يعني شروط هنا تجيب عليها نعم بنعم ومنطبع الحال يجب أن تقرأ هنا ماذا يطلبون منك ثم في المرحلة الأخيرة فكّد كابتشا الموافقة على الشروط I agree the terms and condition with trade media ثم هنا ثم تضغط على sign up بعد هذه المرحلة ستجد أنه الحساب الخاص بك في حالة مراجعة تقوم بزيارة البريد الإلكتروني منطبع الحال الخاص بك لتقوم بتفعيل الحساب وتنتظر المراجعة المراجعة تكون من خلال 3 إلى يعني من يومين من 48 ساعة إلى 72 ساعة إذن بعد أن تتم عملية التشجير منطبع الحال ستقوم بالنقر على login سنقوم بالدخول إلى الحساب إلى الداخل لنشاهد كافية ظهر الداش بورد وما هي وسائل الترويج التي يمكنني الاعتماد عليها إذن سننقر هنا على login بالنسبة لطريقة الترويج هنا يمكنك الاعتماد على إنشاء صفحة هوبط اعتمد فقط إذا لم يكن لديك مثل الرأس مال اعتمد على google site فهو مجاني كما تلاحظون google site يتم أرشفته من خلال google بحيث كذلك روابط google site يمكن أن تظهر على محركات البحث إذا وضعت عليها موضوع جيد وكان به كلمات مفتاحية جيدة كذلك صور جيدة يمكن أن يظهر على محركات البحث والكثير من الأشخاص يربحون من عروض clickbank عروض jvzoo warrior plus digistore عن طريق google site بحيث أنه يظهر كذلك في الصفحات الأولى من نتائج البحث إذا تم أرشفت الصفحة وإذا كان المنتج جيد من طبعة حاله وعملت على السيو بشكل جيد إذن هنا كما قلنا نعود إلى الداشبورد الخاص بتريد ميديا كما تلاحظون هذا الداشبورد أنا كذلك شخص جديد في هذا الموقع لكن أحببت أن أشارك معكم هذا الموقع حتى يستفيد الجميع وحتى تعيم الفائدة إذن كما تلاحظون هنا بالنسبة للإمبريشن سيفر النقارات سيفر الكونفرسيون سيفر كذلك الpayout ويعني هنا كما تلاحظون تظهر لك يعني التاريخ الخاص بالشركة إذن هنا لدينا all offer بالنسبة للعروض المتوفرة على الشركة تنقرون على all offer my live offer هنا ستظهر معك إذا نقرت على my live offer ستظهر معك العروض التي تشتغل عليها بالفعل كما تلاحظون هنا لدينا بعض العروض التي تظهر هنا لكن إذا توجدت إلى الصفحة هنا ونقرت هنا وأردت أن أظهر على سبيل المثال 200 صفحة سأقوم بالنقر هنا وستظهر معي 200 عرض في هذه الصفحة ويمكنك أن تتخطى الصفحات من هنا كما تلاحظون page 1 page 2 إلى آخر ذلك كما تلاحظون بالنسبة للعروض فهي عروض كثيرة من هذه الشركة يمكنك أن تبحث عن العروض المناسبة التي تعرف أنه يمكنك أو لديك القدرة على ترويجها مثلا لاحظون هنا هذه عروض CPI كما تلاحظون هنا هنا يعطيك مقابل العرض يعطيك 1$ يعني في هذا العرض بالنسبة للعرض فهو موجه لـ United Kingdom أي المملكة المتحدة هنا coupon survey sweepstakes بالنسبة لهذه العروض التي هي عروض survey أو sweepstakes فهي عروض تكون فيها أسئلة وأجوبة يقوم العامل بإكمالها بشكل سريع ثم أنت تحصل على نسبة العمولة التي هي 1$ كذلك كما تلاحظون هذا موقع inbox dollar هو موقع معروف جدا على الإنترنت يمكنك كذلك أن تقوم بالترويج لموقع inbox dollar وتربح 1.54$ عن طريق cost per action أو عروض CPI كما تلاحظون هنا هنا يقوم بالترويج العرض تقريبا هنا في 3 دول هنا three included location يعني كما تلاحظون بالنسبة للعروض هنا sweepstakes كذلك عروض يعني كما تلاحظون كذلك بالنسبة لهوست geter فهو كذلك موجود هنا لديك كذلك عروض كثيرة أو يمكنك أن تقوم بعمل فلترة إذا كنت تريد البحث عن عرض معين فأتأتي إلى هذا الخيار هنا كما تلاحظون فلترة ستظهر معك هذه القائمة هنا أول شيء لديك هنا country بحيث يمكنك أن تبحث عن البلدان التي تريد الحصول منها على عروض هنا لديك by keyword إذا كنت تريد البحث عن طريق الكلمات المفتاحية إذا قمت بالنقرة هنا على country قم بكتابة اسم الدولة التي تريد العروض الخاصة بها هنا payout by range إذا نقرت هنا ستقوم بمثلا أنا أريد العروض التي هي من واحد دولار إلى خمسين دولار أو العروض التي هي فقط من خمسة دولار إلى خمسين دولار إذا قمت مثلا بكتابة من واحد دولار عفوا إذا هنا آآ 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 نعم فيلتر هنا إذا كتبنا كما تلاحظون واحد دولار من سفر هنا يعتقى تقريبا كما تلاحظون فهنا يعتقى تقريبا نسب المتوفرة على ما أعتقد أو هنا سنكتب هنا payout minimum واحد دولار وهنا سنقوم بكتابة سفر إذا هنا سأقوم بإعطائه فكرة أنه يجب عليه أن يحضر لي العروض من واحد دولار إلى آآ إلى مائة دولار كما تلاحظون هنا minimum payout يعني يظهر لي العروض التي هي من واحد دولار إلى أقصى حد للعروض هو بائة دولار يعني أنت تقوم بالتحديد ثم هنا بالنسبة للشانل بالنسبة للشانل هنا أو يعني الرافيك سورس كما تلاحظون يعني هنا skep هل تريد العروض التي هي موجهة للديسك توب يعني صفحات الويب أو تريد العروض التي هي مخصصة للموبايل كما نعرف عروض ديسك توب تختلف نوعا ما عن عرض الموبايل لأن عروض ديسك توب قد تكون هناك عروض يعني في مجال مثلا الأشياء التي تخص الحواسيب لكن عروض الموجهة للموبايل فبقى تكون فيها العروض الموجهة للموبايل مثل التطبيقات الالعاب امور اخرى. اذا تقوم انت بتحديد الاختيار العروض ثم لدينا بالنسبة لهنا تختار الديفايس مثلا اندرو وايد اي او اس ماك ويندوز ام امازون مثلا نوع الديفايس. لدينا هنا انسنتيف وهي العروض مثلا التحفيزية. عندما نقول هنا انسنت يعني عروض تحفيزية بحيث انه اذا قمت مثلا بعمل حملة ترويجية وذكرت مثلا في تلك الحملة انه ستعطي مثلا مقابل يعني عندما نقول تحفيز فهو فقط مقابل ليس مادي بل يكون مقابل مثلا عبارة عن نقاط مثلا نفترض انه لعبة باب جي انت تعطيه مقابل مثلا لشدات او اليوسي فهذا يسمى مقابل والمقابل هو التي تعطيك الشركة الخاصة بالعرض يعني لتقوم بالترويج للعرض وتحفز الناس على المجيء الى العرض واكمال العرض اذا هذه العروض تسمى انسنتيف بحيث كنت انت يعني لا تريد العروض التي هي محفزة هنا ستجد قم بتحديد العروض كذلك لدينا هنا تختار الانواع الخاصة بالعرض يعني مثلا العرض العاب عرض فوريكس فايننش فاشن اديكيشن يعني عرض تعليم او دولود سوفتوير يعني تحميل البرامج اه افتراضية او مثلا عرض الكوبونات شركة التي تعطيك كوبونات كذلك هنا لدينا كذلك الادلت لكن الادلت كما تعلم فهو محتوى للبريغين يعني هاتي الامور لا انصح بها الاشخاص للعمل عليها اذا ابحث على العروض المناسبة والتي يمكنك ان تقوم بالترويج لها مسألة اخرى هنا كما قلنا لدينا شانيل او براتيين سيستيم انسانتيف في فيرتيكال ثم هنا لدينا كونفرسون ميتود باي كاتيغوري هنا تختار مثلا العروض التي تريد عروض مثلا اب انستل تحميلات ام عروض كريديت كارد ساب متش ام عروض الاولود ام عروض الايميل ساب متش ام عروض الليد جين كما تلاحظون هنا ايميل ساب متش هي العروض التي ارشحها انا شخصي اللي انها عروض فقط الشخص الذي سيكمل العرض سيقوم فقط يعني بادخال البريد الالكتروني الخاص به هو الزيب كود او يعني عنوات ساك الخاص به ثم ستربح انت نسبة العمولة اذا انا هنا دائما اعمال اغلب العروض الايميل ساب متش ثم لدينا هنا ميديا تايب بالنسبة للميديا تايب يعني هنا تختار العرض كيف مثلا هالايميل او در بوب اوب مثلا تنبطيق مع صفحة يعني صفحة مبطيقة بوب اندر ثم لديك هنا الطاق يمكنك البحث عن طريق الطاق كما تلاحظون هنا اه بالنسبة للكاتيغوري هنا كذلك نفس يعني يمكنك ان تبحث عن العروض يعني كيف تدفع مثلا هنا لدينا عروض سي بي سي بي سي لدينا عروض الكوست بير كليك بحيث ان هنا اذا اخترت هذا الخياط ستظهر معي فقط العروض التي ارويج لها انا شخصيا واذا اتى اي شخص واناقر ساربح انا لسي بات عمول لدينا هنا كومبيوتر صوفتوير تيك يعني عروض الخاصة بالكمبيوتر والصوفتوير والتكنولوجي كذلك كوبون سيرفي سويب ستيكس الكريديش اند ديبيت فاينيس الديتين وامور اخرى اذا اذا قمت بالتوجيه يعني الموقع ليبحث لك عن العرض الذي تبحث عنه انت فسي يعطيك منطبع الحال العروض المناسبة كما تلاحظون هنا تختلف العروض مثلا هذا عرض سي بي اي كوست بير اكسيون وهذا عرض سي بي اس كما تلاحظون هنا اذا طريقة الانضمام الى مثلا اي شركة على موقع تريد ميديا اذا مثلا انا اريد ترويج لمثلا على سبيل المثال نقول على سبيل المثال هذه الشركة هنا اذا نقرت هنا ستتواجه الى الموقع لكن اذا نقرت هنا لاحظوا معي سيظهر معي الصفحة التالية وهي من خلالها التي ساقوم بعمل ريكوست يعني لطلب الانضمام الى الشركة لابدأ يعني بالترويج كما تلاحظون بالنسبة للعرض فهو من انبوكس باوند وهنا الدولة التي ساقوم بترويج فيها العرض هي يونايتد كينغدوم اذا هنا اول شي ساقوم بالنقر هنا يمكنك ان تشاهد ليندين بيج الخاصة باو الموقع تقوم هنا فقط يعني بالنقر على في اه ليندين بيج ثم ستشاهد الموقع كما تلاحظون الموقع هنا لا يظهر معي لانه ليس مخصص لالادرس اي بي او الدولة الخاصة بي لذلك اظهر اظهر معي هنا سوري اذا كنت يعني مثلا في المملكة المتحدة فمنطبع الحال ستنفتح معي الصفحة لذلك لم تظهر المهم هنا انه ستقوم انت بتوجيه العرض الى هذه المنطقة اذا المملكة المتحدة سنقوم بالنقر هنا على ثم هنا سنخبرهم هنا يقول لك كيف ستقوم بالترويج لهذه الحملة اذا كما قلنا هنا انني مثلا على سبيل المتال ساخبرهم انني ساقوم بالترويج انني ساقوم بالترويج عن طريق قناة اليوتيوب الخاصة بي او الموقع الالكتروني الخاص بي او صفحة الفيسبوك حسب اه شرط اذا سنقر على سيف بعد ان تنقر على سيف تنتظر فقط الى حين يتم اخبارك بانه قد تم يعني الموافقة على طلب العروض الخاصة بك اذا بعد اه يعني طلب الموافقة ستجد العروض قد تم تفعيل الروابط نأتي الان الى جوجل سايت جوجل سايت كيف ستقوم بانشاء صفحة الهبط كل ما عليك هو ان تنقر على الرابط الخاص بجوجل سايت ستجده في صندوق الوصف ثم تختار من بين هذه الصفحة الافتراضية التي يعطيها لك جوجل سايت للعمل عليها او تقوم بانشاء صفحة يعني من الاول سنختار على سبيل المثال هذه الصفحة للعمل عليها اذا هنا بالنسبة لي طريقة العمل فهي طريقة سهلة جدا كل يعني الامور سهلة فيها هي فقط عمل يعني طريقة دروب دراج او دراج ان دروب اذا كما تلاحظون اول شيء هنا لدينا اه صفحة كما تلاحظون يمكنك تسمية الصفحة اعطائها اسم كما تلاحظون مجرد ان تنقر هنا مثلا ساقوم بتسمية الصفحة هنا اه على سبيل المثال اذا على حسب نوع العرض اذا العرض الذي الذي طالبنا مثلا اذا كان عرض مثلا خاص بالديجيطال على سبيل المثال سنكتب ديجيطال هكذا ادد لوغو يمكنك ان تقوم باضافة لوغو يعني بدل الكتابة هنا ثم لديك هنا الهوم لديك اه سبيكر مهم يمكنك التعديل على هذه الامور هنا نأتي الى هنا كذلك بالنسبة لكتابة يمكنك التعديل عليها لاحظوا معي هنا لديك هذا القسم هنا بحيط يمكنك ان تقوم باضافة رابط يمكنك التعديل على الوان الكتابة كذلك عمال لوها يعني اه سطر من التحت او مائلة او بولد ثم الحجم الخاص بها ثم لديك هل هو تايتل ام عنوان او يعني اولي ام عنوان تانوي ثم هذه الامور هنا كما تلاحظون كذلك ستقوم بالعمل عليها لانشاء صفحة هبوط احترافية على حسب نوع العرض لا تقوم بانشاء صفحة هبوط اعتباطية فقط يعني وتقول الناس تأتيك باربع فبل يعني قم بانشاء صفحة هبوط احترافية عن طريق جوجل سايت وتم هنا لديك الصور بالنسبة للصور هنا فقط تنقر على الصورة يمكنك ان تقوم بحد فيها او يمكنك ان تقوم بتعديلها ستجد هنا القسم اليميج يمكنك عمل ابلود للصورة وستظهر معك الصورة في المكان المناسب الذي نقرت عليه اذا يمكنك عمل سيبريمي للصورة او ديلت ويعني حدفها وتحميل الصورة التانية كما اخبرتكم بالنسبة للروابط يمكنك ان تقوم باضافة رابط من هنا كما تلاحظون فقط النقر هنا واضافة رابط العرض يعني رابط العرض ستقوم باضافته هنا عندما يتم قبول الطلب الانضمام الى العروض على موقع تريد ميديا بعد ان تقوم بكل هذه الامور هنا وتقوم بالتعديل على الصور ويكل ذلك روابط موضوع في الازرار وكل شيء يعني جيد كما تلاحظون هنا يمكنك ان تقوم باضافة الكثير من الامر ذلك طريقة اضافة الازرار عن طريق جوجل سيت اذا لم تعرف طريقة التعامل مع جوجل سيت شاهد فيديوهات على اليوتيوب تشرح طريقة التعامل مع جوجل سيت ثم اقوم بانشاء الصفحة صفحة الهبط الخاصة بك بعد ان تقوم بانشاء الصفحة من طبع الحال ستقوم بعمل اي تقوم بنشرها كما تلاحظون هنا سيقول لك انه يجبع لك ان تعطيها اسم خاص بها هذا الاسم سيظهر من طبع حال مع الرابط الخاص بها الاسم سيكون يعني نوعا ما يعني يتكلم في نوع نفس نوع العرض كما قلنا سنعطيها مثلا ديجيتال هكذا هذا هو اسم الصفحة اذا كان الاسم متاح سيظهر لك انه متاح في حالة كان لا سيظهر انه غير متاح اذا سنعطيه مثلا هكذا حتى يصبح اه متاح هكذا المهم هذا العنوان هنا متاح كما تلاحظون هنا اذا قمت بالتعليم هذا الخيار هنا يقول لك اذا قمت بالتعليم هذا الخيار هنا يقول لك الخيار فانت تخبر جوجل على انه انك لا تريد ان يظهر الموقع الخاص بك في السيرش اونجين اي المحركات البحث للاشخاص الاخرى لذلك قم بترك هذا الخيار هكذا ثم انقر على من طبيعة الحال فاذا اه قمت بالتروج للصفحة بشكل جيد وتم ارشفتها من طرف جوجل فستحصل على نسبة زيارة كبيرة جدا وبهذه الطريقة ستحصل على نسبة تحويلات كبيرة جدا كذلك اذا هنا بعد ان تقوم بعمل لها بابلش للصفحة سنأتي هنا ريفيو اه شونج اند بابلش فيو بابلش هنا ستنقر على فيو بابلش سايت هكذا وهذه ستكون هي صفحة الهبوط التي قمت بانشائها انا هنا لم اعدل على اي شيء تركت لك انت المهمة لتقوم بها وتقوم بانشاء صفحة الهبوط احترافية لانه اذا اردت ان اشرح لك الامور بالخطوات كيفية انشاء صفحة الهبوط وعملت الصور المناسبة والاحجام المناسبة سيكون الفيديو اكثر من ساعة واغلب الاشخاص من طبعات الحال لا يشاهدون الفيديوهات التي يكون يعني اه تكون طويلة جدا فبذلك يعني هذا يعني غير جيد بالنسبة ليوتيوب لانه اه يعني هذه الفيديوهات لا تأتي بمشاهدة جيدة لذلك اغلب الفيديوهات نقوم بوضعها يعني قصيرة نوعا ما اذا سيكون هذا هو الرابط الذي ستقوم بالترويج على الشبكات التواصل الاجتماعي وتقوم بعمل له حملات اعلانية اذا كنت تريد ان تحصل على تحويلات من العرض الخاص بك كذلك لديك مواقع اخرى لجلب الترافيك مثل موقع باندريست هذا الموقع عليه نسبة الترافيك رهيب جدا للحصول على مبيعات اذا عرفت الطريقة المناسبة للترويج على هذا الموقع بحيث انه اذا قمنا بزيارة اضافة سيميلر ويب ستجد عدد رهيب جدا من الترافيك يأتي شهريا الى هذا الموقع كما تلاحظون هنا اه فيفريه الفين واثنين وعشرين ولدينا هنا سبتمبر لاحظوا من 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 سبتمبر الفين واحد وعشرون وهنا لدينا شهر يعني يعني في مدة شهر في مدة شهر جلب موقع يعني تمانمائة وتمانية وسبعة وتمانون مليون يعني شخص يعني في شهر واحد فقط جلبها يعني اتت الى هذا الموقع الجلوبال رينك يعني او الترتيب الخاص بهذا الموقع عالميا فهو يعني تلاتين اي انه يحتل الرتبة تلاتين من بين المواقع الاكبر نسبة زيارات في العالم ثم يحتل المرتبة تمانية وعشرين في المملكة المتحدة اي انه يأتي بنسبة الترافيق رهيب جدا من الولايات المتحدة اذا كانت هذه كفكرة حول طريقة استغلال هذا الموقع والترويج للعروض الخاصة بك سواء كانت عروض سي بي اي او افليات فستحصل على نسبة تحويلات كبيرة جدا اذا كان هذا كل شيء اخوان اتمنى ان تعجبكم هذه الحلقة واذا اعجبتكم لا تبخلوا علينا بالنقل على زر لايك والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الاصدقاء لتعم الفائدة كل الرابط ستجدنا في اسفل الفيديو صندوق الوصف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته